موسيقى زراعة العلم والتفوق في طلبتها فحصدت النجاح إنها جامعة واشنطن للصحة والعلوم في فلسطين التي لمعت في الحفل الدولي للطلبة الخريجين من جامعة واشنطن للصحة والعلوم ونظمة في ولاية فلوريدا الأمريكية أساتذة وطلبة الجامعة وذويهم حضروا الحفل في مدينة روابي عبر البث المباشر بحضور نجم الحفل الفلسطيني الطالب حمزة شعيب بخصوص الطالب حمزة شعيب هو طالب فلسطيني منتمي لجامعة واشنطن للصحة والعلوم درس في كلية الطب وتخرج حاليا ضمن جيش من الطباء اللي حيسهمه في تحسين قطاع الطب حول العالم هو طالب مميز وحاليا موجود في أمريكا وعمل جزء نظري وجزء من دراسته العملية في أمريكا مشاركة الطالب شعيب هي الأولى للجامعة بفرعها في فلسطين بالحفل الدولي الذي يشارك به طلبة من فروع الجامعة المنتشرة حول العالم اليوم احنا منخرج الفوج العاشر كجامعة واشنطن للصحة والعلوم في فلوريدا أوهايو طبعا كان بشرفنا انه احنا نكون ضمن الفوج العاشر في تخريج احدى طلابنا الفلسطينية واسمه حمزة شعيب درس ضمن برنامج واشنطن بفلسطين طبعا كمان احنا من اول مرة رح نشارك جامعة واشنطن للصحة والعلوم تخريج فوج لالها المشاركين هم كندا بريطانيا امريكا تركيا وكاننا الفخر انه فلسطين تبقى موجودة ضمن هذا الفوج مشاركة الجامعة بالحفل الدولي عبر خريجها حمزة شعيب جاءت نتاج جهد تبذله الجامعة في سبيل تفوق طلبتها ولتحفيزهم نحو التفوق والابداع وللارتقاء بالتعليم في فلسطين تقن حمزة من الطلاب المميزين جدا واللي احنا كثير فخرين اليوم انه عما اننا بنشوف تعبنا ومجهودنا مرحبا عما اننا بنشوف طلابنا عم بيتخرج جامعة واشنطن للصحة والعلوم تعمل من اجل التطوير ومن اجل تحسين والارتقاء بمجالات الطب والصحة في المجتمع من خلال مناهج امريكية واساليب دراسية حديثة تواكب التطور العلمي واكاديميين يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية